في حاجة عشان ما تحصلش أزمة الأيام الجاي كويس؟ ما تحصلش أزمة الأيام الجاي والناس تغني وتغني على الربابة لأنه أنا عرفت قبل ما أدخل هاو النهاردة لو في بعض علماء الأزهر بيسنوا سككينهم على إبراهيم إيسا ليه؟ لأنه إبراهيم إيسا طلع في برنامجه بيارده على قناة الحر برنامجه مختلف عليه بيتكلم عن رمضان وعن الصيام فالعناوين العناوين اللي الناس بتاخدها يمكن عن الزميلة في الدستورة عملوا الحكاية دي برضو قالك إنه إبراهيم إيسا الفطار الصيام يضر بالصحة وقال إنه الصيام ده قرار سيادي من الله عناوين فالناس هاجت على العناوين أنا عايز أسمع حضراتكو إبراهيم قال إيه؟ في برنامجه مختلف عليه وبعدين أقول لكم الحكاية عشان ما نبقاش قاعدين رمضان بنتخانق على وهم في القنوات والبيانات والعلماء والمشايخ مسكين الكلمتين وقاعدين يقطعوا فيهم سمعوهم لأنه في ناس من يكونوا سمعوا ده سمعوهم وقول لحضراتكو الحكاية فيها إيه؟ لقد بحثت كثيرا في حكمة الصيام في حكمة صيام رمضان واستمعت كما أنتم جميعا لعشرات الحجج التي يقولها آلاف الخطباء والوعاظ ومن يرون في أنفسهم علماء من حكمة الصيام نحن نشعر بالفقير حكمة الصيام أصل الصيام صحة والحقيقة أن العلم نسف كل هذا كله وأدركنا أن الصيام متعب للصحة كما أدركنا أن الصيام وشهر رمضان كاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة لم أرى في صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادي من الله عز وجل افعل وصم فنفعل ونصوم دون أن ندرك حكمة هذا الصيام وإن شاء الله عننا ما أدركنا حكمة الصيام ربنا عايزنا نصوم فهنصوم بلاش الاستغراق في محس عن أسباب هي حقيقة الأمر أسباب لا يمكن أن تمر على عقل ومنطق سليل إنما الحكمة الحقيقية أنك عبد لله والعبد يسمع أمر الله سوموا فنصوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده طبعا ممكن ناس تولع في برايم عيسى يعني تمسكوا كده يعني ترجموا وفي ناس فعلا بدأت تعمل ده خلينا أقول لحضراتكو كذا ملاحظ يعني دائما أنا أقول على برايم عيسى أنه لو ما كانش طلع صحفي كبير كان طلع مدرس أو طلع شيخ جامع يعني بطريقته أداءه يعني وهو يحب التاريخ فكان ممكن يطلع مدرس تاريخ يعني مدرس تاريخ أو شيخ جامع أيوم أقرب يعني حتى في أداءه اللي هو بيقوله ده أداء حركي وممتع الحقيقة يعني برايم عيسى أدين له بفضل كبير يعني أول واحد اشتغلت معه في الصحافة كان برايم عيسى هنا لما تسمع الكلام على بعضه وأنا هنا بحط هذا الفيديو حتى نطفئ نار فتنة قادم وقال لا يستغلها لا السلفيين ولا يستغلها بتوع الأزهر وقال لك إبرايم عيسى بيقوله أن الصيام ضر بالصحة وأنه ده قرار سيادي من ربي عايز أقول لكم أنه لما تسمعوا واسمعوا تاني بقى بعد كده أنه إبرايم عيسى في الفيديو ده وفي الكلام ده مش بس راجل طقي وورق ده بيطرش إسلام إذا جاز التعبير يعني يعني الراجل بيقولك أصل الإسلام اللي هو الشيخ شعراوي قاله بقى لأنه الشيخ شعراوي كان عنده كلمة يقول إيه يقول ليس مع أمر الله لماذا كويس؟ ليس مع أمر الله لماذا يعني ربنا بقولك صوم فأنت تنفذ هذا الأمر لأنه ورد من الله يعني يقولك صلي فأنت بتصلي ليه بتصلي؟ عشان ربنا قال لكن أول ما تبدأ تدور تقول أصل الصلاة دي عبارة عن تمرين رياضية فممكن تجري الدورة الدموية أو أن الصلاة دي السجود في يديته كذا والركوع في يديته كذا لا فأنت هنا بتصلي بتصلي عشان حاجة تاني لا أنت الأول حتى يكتمل إيمانك وإحنا بنتكلم هنا بقى على أرضية بتوع الإسلام واللي بيفسروا الإسلام واللي بيفسروا الآيات واللي بيفسروا القرآن فأنت بتصلي لأن الله طلق قال منك وأمرك أن تصلي مش عشان الصلاة فيها تمرين وتخلي صحتك كويس خالف ملناش دعو بدا الصوم فالناس يقولك حكمة الصيام فأنه بخلي صحتك كذا أو أنه بيحسسك بالفقير وفي كذا لا أنت لا تصوم لأن الصيام يحسسك بالفقير ده إذا كان بحسسك بالفقير ما بتصومش عشان ده وما بتصومش عشان الصيام ده مفيد لصحتك ولا مش مفيد لصحتك لا أنت بتصوم لأن الله فرض وشرع عليك الصيام ثقة منك أنه ربنا وده ممكن تختلف معي في الحتة دي مع برايم أنه ثقة منك أنه ربنا مش هيفرض حاجة عليك تدرك ولا تدر صحتك دي حاجة تاني لكن هو هنا يتحدث عن التسليم المطلق لله يتحدث عن الإيمان المكتمل بالله اللي هو إيه الله طلب منك أن تصوم فأنت تصوم لأن الله طلب ذلك وليس لأي حكمة أخرى وليس لأن الصيام بيعمل واحد اتنين تلاتة اربعة هو الراجل قال ما فيش حكمة ومش شايف حكمة للصيام في حد ذاته إلا أنه أمر سيادي من الله وهو يدعو أنه الناس تلتزم وتطيع لأن الله هو الذي أمر أنا عرفت أنه فيه ناس بيجهزوا وهيبدأوا يتكلموا ويقولك إزاي يتكلم عن الصمكة هذا الرجل يتحدث عن التسليم الكامل والإيمان المطلق بالله فما تجوش يا جماعة في الهايفة وتتصدره يعني ما تجيش في الهايفة وتتصدر وتقول الحكاية فيديو الراجل بيعبر فيه عن رأيه فأنا أرجو أرجو أنه إحنا ما نلاقيش نفسنا خلال الأعام الجاية عندنا معركة كبيرة اسمها برأي عيسى بيجي من الصيام تمام ورمضان كريم كده إن شاء الله ربنا يتقبل من الناس عبادتهم على خير